تحليل الأملاح ايه التحليل اللي بيجينا في المعمل الصوديوم بتاع الصوديوم ده مهم جدا الصوديوم ده من العناصر الأساسية جدا اللي بيحتاجها الجسم عشان نحتفظ بصحة جيدة من الآخر خالص الصوديوم لو حصل فيه مشكلة حيحصل عندنا مشكلة في ضغط الدم لو زاد حيرفع ضغط الدم ولو قل بدرجة كبيرة جدا ممكن نموت فيها النورمال رينج بتاعه كام؟ من 135 ل 145 ملي مول لكل لتر تمام؟ شغلته ايه بيحافظ على الضغط الأسموذي للدم وبالتالي هو بيساعد في عملية تنظيم تبادل السوائل بين الأوعية الدموية وخارجها وانتقال الصوديوم داخل وخارج الخلايا فقدانه ده بيأثر على نقص حجم السائل خارج الخلايا وده بيأثر على دوران الدمو على وظيفة الكلا ويق الجهاز العصبي عشان كده الصوديوم مهم جدا انه يبقى في الحدود الطبيعية بتاعته اذا زاد امتى يزيد بقى لو الجسم فقط كمية كبيرة من المية زي حالات الجفاف اي سبب من الاسباب اللي حصل فيها فرض تبول وده بيكون شبيه بالبول السكري الكازم المريض بيتبول اكتر من خمس لترات في اليوم في بعض الامراض اللي بيتفرض فيها كمية كبيرة من الكورتيزون لان الكورتيزون بيعمل على اعادة امتصاص الصوديوم من الكلا والاستعمال المفرط للعقار الكورتيزون الناس اللي بتستعمل كميات كبيرة من الكورتيزون طيب يزيد امتى خلاص قلناها يقل الصوديوم اذا منستعمل ادوية مدرة للبول والادوية المدرة للبول يا جماعة بيستخدموها للحالات بتاعت الناس اللي ضغط الدم عندهم عالي خلاص بياخدوا ادوية لارتفاع ضغط الدم ان السوائل بتتحبس في جسمهم فبيضوهم من وقت للتاني ادوية مدرة للبول عشان يتخلصوا من السوائل دي العرق اللي بيخلي الواحد يشرب كمية مية بس ما فيهاش معادة وبالتالي بيقلن معدل الصوديوم امراض الكلا الشديدة والتلايف الكبد فشل القلب اللي احترقاني فقدان الصوديوم في الجهاز الهضمي سواء بقى فيه عن دقيق سواء فيه اسهال دي برضو ممكن نفقد الصوديوم فيها بكميات كبيرة ومرض البول السكري مرض اديسون كل دي امراض ممكن نفقد فيها صوديوم ومرض اديسون ده اللي انه بيقل لإفراز هرمون الالدستيرون واحنا قلنا هرمون الالدستيرون بيشتغل على الكلا البوتاسيوم ده برضو من العناصر المهمة جدا ما يقل لش اهمية الحقيقة عن الصوديوم ده برضو من التحاليل اللي حتلاقيها متقررها في نفس الامراض تقريبا كمان الكاليسيوم احنا عندنا طبعا هنوقف شوية عند الكاليسيوم عشان الكاليسيوم من الحاجات او من المعادن برضو اللي مهمة جدا عشان صحة العضلات والاعصاب والعظام تمام فمعدل الكاليسيوم في الحدود الطبيعية امر مهم جدا بالنسبة للجسم الكاليسيوم ده يعتبر من اهم العناصر لها دور كبير في العمليات الحيوية ده بخلاف ان هو دخوله بقى في توقوين الهيكل العظمي في الاسنان لدور كبير جدا في نقل الاشارات العصبية الانقضاض الطبيعي للعضلات تجلط الدم تنشيط بعض الانزيمات وتنظيم عمل بعض الهرمونات المعدل الطبيعي للكاليسيوم في الدم من 8.5 ميلي جرام برديسيليتر لعشرة وثلاثة من عشرة القسور دي هتلاقوها مختلفة من معمل التاني حسب الكتسي اللي بيشتغلوا بيها لكن غالبا هو ده المعدل اللي انتو هتلاقوه او متواصف المعدل اللي انتو هتلاقوه يرتفع الكاليسيوم لو انا عندي مشكلة في فرض في وظيفة الغدة الجاردرقية يعني لو عندي زيادة في البراثيرمون ثيرمون هرمون ده الهرمون اللي بتفرزه الغدة الجاردرقية لو فيه اورام سرطانية بتفرز مواد كيميائية شبيهة بالهرمون ده لو انا عندي اورام عظام اورام عظام عدم الحركة لفترة طويلة بممكن برضو يزوده زيادة تناول فيتامين دال بيقل امتى الكاليسيوم الكاليسيوم هيقل امتى هيقل في حالات التهاب البنكرياس الحاد الفشي الكالو الحاد والمزمن الاسهال الدهني نقص فيتامين دال زي وده حيسبب بقى في حالات كسح في الاطفال للنظام في الكبار ممكن تسبب فيه هشاشة الازام اي امراض حتؤدي الى سوق الهضم كل الكلام ده حيقل المعدل الكاليسيوم في الدم بالنسبة للماغنيسيوم برضو من العناصر المهمة جدا ما تقلش اهمية عن الكاليسيوم خصوصا كمان للعظام والناس بتنساه في حالات مشاكل العظام بيطلبوا كاليسيوم مثلا وفيتامين دي ما بيطلبوش ماغنيسيوم لكن الماغنيسيوم مهم جدا الماغنيسيوم بيرتفع في حالات فشل كالوي في امراض الكبد في تسامن بالأجزالات او حد باخد جرعة كبيرة جدا من الجلوكوز او ان العلاج بجرعات زي ده من الماغنيسيوم حد بياخد علاج من الماغنيسيوم فده ممكن يزوده المعدل الطبيعي بتاوي 1.8 من 10 ميلي جرام بيرديسيليتر الى 3.5 ميلي جرام بيرديسيليتر نيجي للحديد متعارفين طبعا الحديد قد ايه مهم عناصر مهمة جدا لانه بيدخل في تكوين اللي هي مجلوب اللي بيشيل الاكسوجين لكل الخلايا يعني واش هيبقى فيه حرق في الجسم من غير كميات حديد كافية يزيد الحديد في حالات حد اخد كميات كبيرة جدا من الحديد سواء كان بياخد علاج او كلام ده او التهاب الكبد وتكرار عمليات نقل الدم بيقل طبعا في حالات فقر الدم والاورام السلطانية اذا كان عنده مشكلة في الغذاء ونقص حديد اذا كان في تكسير او عملية نزيف المعدل الطبيعي 75-175 ميكرو جرام لكل ميلي ليتر دم خلاص يبدأ الحديد نورمال رينجي بتاعه 75-175 ميكرو جرام مايكرو فاكرين في الصوديوم كنا بنكلم بالميلي ميكرو جرام تمام لكل ميلي ليتر فيه عندنا الفوسفروس ده طبعا هتلاقي كاليسيوم ماغنيسيوم فوسفروس وسوديوم وبوتاسيوم لما دي تحليل متكررة حجيلكم من واحدة الكلا ناس اللي هم بيغسلوا كلام ده او عندهم مشاكل في الكلا طبعا الفوسفور بيرتفع في حالات الفشل كلا والحاد والمزمن لو في قصور في الغدة الجار درقية اخذ كميات كبيرة من فيتامين دال واثناء التقام القصور بيقل امتى لو في فرط في وظيفة الغدة الجار درقية في حالات الكساح ولين العظام حالات سوق الهضم والامتصاص عند مرتبطة على الفوسفروس الموجود في الاكل بتاعنا والاعتماد على التغذية الوردية فترة طويلة بالمحليل ولو احنا بنده انسولين